تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسماعيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مومبازير بالجمهورية الفرنسية وأكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز الكبير الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في منافسات بطولة العالم للقدرة جاء بفضل ما تحظى به هذه الرياضة العالمية من رعاية واهتمام ودعم متواصل من جلالته رعاه الله والذي يعكس المكانة المرموقة لمملكة البحرين بين دول العالم ويؤكد جدارتها في تحقيق هذا النجاح والفوز في هذا السباق العالمي ورصيدا يضاف إلى رصيد الإنجازات المشرفة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل عهد جلالته الزاهر دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يحقق في ظل قيادة جلالته الحكيمة المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم شكرا شكرا